المفزع مثل ما كشف عنه التقرير الأممي حول حالة الأمن الغذاء والتغذية في سنة 2021 الذي أكد على أن السنوات العشر الأخيرة قد عرفت زيادة ملحوظة في وطيرة النزاعات وحدتها والتأثيرات المناخية والأحوال القصوى وحالات التواطئ والانكماش الاقتصاديين التي تفاقمت جراء تفشي جائحة كوفيد-19 أدى إلى زيادة في معدلات الجوع وقوضت تأقلم المحرز في الحد من جميع أشكال سوء التغذية خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هذا الواقع يعرف تفاوتا من منطقة لأخرى حيث تعد أفريقيا إحدى أكثر المناطق هشاشة كون العديد من سكانها يعانون ويلات النزاعات وما يرتبط بها من أزمات هذه الوضعية جعلت العديد من دول القارة خارج فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان بحسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 مما يبرز أن سوء التغذية أصبح ذات طابع هيكلي في القارة ويحتاج التعامل معه من خلال مقاربة شاملة كما أن حالة لا استقرار بمنطقة الساحل والقرن الإفريقيين تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي لبلدان هذه المناطق وسكانها وهي السبب وراء معظم الزيادة في انعدام الأمن الغذائي بهذه المناطق بحسب التقارير الأممية كون النزاعات لا تؤثر فقط على القدرة الإنتاجية الزراعية وإنما تحد من إمكانيات المؤسسات في التعاطي مع سوء التغذية وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين وإن الجزائر في هذا الصدد سيد الرئيس لا تتوانى في تقديم المساعدات القذائية اللازمة لذول جوار بالساحل الأفريقي وتعمل على تحقيق مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان وتضمن أمنهم الغذائي